ورجعت لكم بفيديو جديد في فيديو النهاردة هنجرب طريقة عمل أسهل سناكس لكن على الطريقة الكورية الصراحة أول ما شفت تحمست جامد جدا وقلت لازم أجربه معاكم عشان كده أنا عايزة تتحمس معايا وتعمل لايك وفولو ويلا بينا نجرب أسهل طريقة لعمل السناكس على الطريقة الكورية يلا بينا وهنبدأ دلوقت نجهز أول مكون معانا هنحتاج بطين ونكسر تاني بيضة وهنحتاج معلقتين سمنة أو زبدة وهنحتاج نص معلقة صغيرة ملح وهنبدأ نقلب المكونات ديت وآخر مكون معانا هنحتاج كوباية ونص نشا وهنبدأ ننزلها واحدة واحدة ونقلب يعني كده نزلنا كمية هاي صغيرة نبدأ نقلب واحدة واحدة مع بعضينا عشان الخليط ما يكلكعش معانا ونبدأ ننزل باقي الكمية ونبدأ نقلب وده كده الشكل اللي احنا وصلنا له بعد ما بدأنا نخلط الخليط زي ما انتو شايفين كده هنخلي الكمون بتاعه زي كده بالزلط هنيجي بقى دلوقت بآخر خطوة معانا هنحتاج كيس بلاستيك أو أرتاس بتاع حلويات انا الصراحة ما عنديش أرتاس حلويات فأجيب كيس بلاستيك وابدأ احط الخليط دوت جوه الكيس بلاستيك وزي ما انتو شايفين ده كده الشكل بعد ما حطينا الخليط جوه الكيس بلاستيك أو أرتاس الحلويات بتاعكم تمام كده هنبدأ بقى نقص الأرتاس من هنا وهنكون مجهزين عن نار طاصة زيت سخنة عم حاجة زيت يكون سخن وتعالى بانقول لكم هنعمل ايه يلا بينا وزي ما انتو شايفين كده بنقيس درجة حرارة الزيت حطينا مثلا خلة كده أو عصايا يعني أو من لعبت بقى للحاجات البسيطة كده كده يعتبر كده الزيت سخن هنبدأ نشيل بقى العصايا بتاعتنا وهنكون مجهزين الكيس بتاعنا الأرتاس بتاعنا ومجهزين سكينة ننزل كده شوية صغيرين ونعمل بالسكينة حتى نقطع بالسكينة زي ما انتو شايفين كده نبدأ ننزل ونقطع بالسكينة وزي ما انتو شايفين ده كده الشكلة هوت بدأت انها تتحمر معانا طبعا بقى عشان ما تتحرقش معانا احنا كنا الاول معلين النار عشان نسغن الزيت هنبدأ بقى نوطي النار عشان تتحمر حلو وما تطلعش ناية معانا فهنهدى النار شوية وهنستنى عليها لحد ما تاخدوا اللون الدهبي لو خدتوا بالكوا بقى لحاولكم لونها ابيض هنبدأ بقى نستنى لحد ما تاخدوا اللون الدهب بتاعنا وهنرجع الكم تاني وزي ما انتو شايفين ده كده اللون اللي احنا عايزينه وهو اللون الدهبي دوت لو خدتوا بالك هوت هنبدأ بقى نتطلع السناكس بتاعنا دوت من الزيت وزي ما انتو شايفين ده كده النتيجة اللي احنا وصلنا لها الصراحة يا جدعان الشكل جامد جدا وانا الصراحة بن Hoste بتحمس الندوق عايز بس امسك واحدة كده الاول اقسيم هنشوف هي من جوه عاملة ازاي طبعا يا ناشفة اهيت ده كده الشكل بتاعنا زي ما انتم شايفين طبعا احنا ما اهمناش الشكل احنا اما حاجة الطعم وطبعا الاكلة ديت هتتاكل طبعا مع مايونيز وكاتشاب دي افضل حاجة تاكلها بيها زي ما انتم شايفين بتمسك القطعة كده وتبدأ تحطها في الكاتشاب بالشكل الجميل ده وتبدأ تتزوق ونفس النظام في المايونيز فالصراحة بتحمس جامد جدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوق الطعم ونشوف الطعم عامل ازاي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ندوق الطعم هنبدأ ندوق بالكاتشاب الصراحة الشكل جامد يا رب الطعم بقى حل ندوق واحدة مايونيز عايز اقول لكم ان الطعم بتاعه حاجة خرافية يعني كلمة خرافي قول ايه لعليه طعمه شبيه قوي فيه سناكس كده عندنا احنا كمصريين يعني اسمه فلمانكو طعمه قريب جدا جدا من السناكس دوت وانا الصراحة حبيته قوي مع المايونيز والكاتشاب طعمه خرافي 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 والصراحة ما حسيتش انه طعم وحش خالص لكن طعمه حلو ويستاهل انتو تجربوه تجربوه واكيد ان شاء الله هياجبكم واشوفكم في الفيديو جديد سلتشتعمل لايك وفولو سلام